ويمكن أنا دي من ألحان الراحل العظيم حسن أبو السعود يعني شيء بشيء لازم يذكر طبعاً ما هو كان جيل جيل كله ناس جمال وكله كله فن صحيح كله فن وكمان عايز أقول لحضرتك أقصد عمر الفترة دي يعني ما كناش بنبص أبداً للمديات خالص المهم أنا عايز أنجح يعني أيام ذكريات دي أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت بمشي في الشارع مش قادر أصدق نفسي من الفرحة كانت مكسرت دنيا مكسرت دنيا وأنا مش مدور أنا كسبت منها إيه يعني أنا عايز أقول لك أن مصر كلها كانت بتطبع فيها وأنا ما أخدتش منها ولا بتليم بس إحساسي أن أنا يعني كانت أول حاجة تحط حلمي عبدالباية على الخريطة الغنائية في مصر فكانت بتمثلي سعادة جداً جداً طب دلوقتي مين حينتجلك؟ ما أنا أقول لحضرتك هو أصلاً ما حدش عاد بينتج دلوقتي آه خلاص كله بطير آه كله ما حدش عاد بينتج اللي عايز ينتج بينتج لنفسه يعني فأنا دلوقتي أنا بشتغل إن شاء الله بحضر يعني الأغاني جديدة معاك مين بقى؟ آه معايا ناس كتير يعني ومنهم شباب كتير وآه وانا دايماً بحب اللي يديني كلام يعني محترم وكمان فيه آه أديني اسمعنا كل أغانيك يعني اسمع الكلام ما فيش لفظ خارج الحقيقة دايماً دايماً أنا بدأ قوي على حتة الكلام يعني ففيه فيه محمد راجح وفيه أحمد عبد الفتاح وفيه النجم حبيبي وليد سعد طبعاً وليد سعد ومصطفى مرسي وتامر عشور قبل أن يصبح مطرب يعني أعمال لي غنوة غنوتين يعني وحالياً شغلي والسينما أخبارها هي أنت كنت يعني ما شاء الله عمل أفلام سينما ومصرحيات ومسلسلات هترجع تمثيل؟ يعني إن شاء الله بإذن الله بس أنا بعد الفترة دي عايز الأول أكون حلمي عبدالباق من جديد ولملم حياتي يعني وبعد كده أنا شاء الله نسمع إيه وفيه على فكرة فيه ملاحن برضو من الجداد بينه هو ممكن يكون يشتغل لناس في لبنان وكده يعني أنا حابب جداً إن أنا أتعامل مع الشباب علشان الفكر اللي هو الجديد الموجود دلوقتي بكلام برضو جديد بكلام حلو